وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين رب الشرح لي صدري ويستلي أمري واحلن وخدة من لساني يفقه قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة إني بما تعملون عليه وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر أعظم مانع من موانع عدم إجابة الدعاء أعظم مانع إن الإنسان لما يكون بيأكل حرام ده من أعظم أسباب حتى وإن أتى بأسباب الإجابة يعني واحد رفع إيده وبيضعي وعمل كل الأسباب اللي هو يقدر عليها ولكن مدام بيأكل حرام ده من أعظم الموانع في إجابة الدعاء لذلك نبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب فالله سبحانه وتعالى طيب منزه عن أي عيب ومنزه عن أي نقص سبحانه وتعالي لا يقبل إلا طيبة لا يقبل إلا طيبة يعني لا يقبل إلا الطيب من الأعمال لا يقبل العمل لفي شرك لفي رياء أو لا يقبل الصدقة إذا كانت من مال حرام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة يعني ينفعش حد يكتسب المال من حرام ويمعل إيه أنا هتصدق به الصدقة دي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى يعني ينفعش يطلع الزكاة من فلوس الربا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب فلا يقبل من الصدقة إلا ما كانت من كسب طيب بنية طيبة فقال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بين المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعمله صالح إني بما تعملون عليه فأكل الطيبات لما الإنسان يأكل مال حلال يعني يكتسب المال من حلال ويأكل طعام من حلال ده من أعظم الأسباب لصلاح القلب وصلاح الجوارح لأن الجسد ده بينبت على الأكل الحلال والقلب ده بينصالح فقال كلوا من الطيبات وعملوا صالحة فربط الأكل الطيب المال الحلال بالعمل الصالح وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات تمتع بالحلال الطيب اكتسب المال من حلال استمتع برزق ربنا سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال ثم ذكر الرجل ده مثال ذكر الرجل يطيل السفر تخيل إنسان مسافر يطيل السفر أشعثة يعني شعره كده إيه منعكش أغبر يعني الوجه والملابس عليها غبار أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يعني أنت لما تشوف المشهد ده من بعيد مشهد إنسان هو مسافر والسفر من أسباب من أسباب الإجابة وأشعث أغبر والمسكنة من أسباب الإجابة يمد يديه إلى السماء رفع اليدين من أسباب الإجابة ويقول يا رب يا رب الإلحاح والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية من أسباب الإجابة يعني الإنسان ده عنده أربع أسباب أربع آداب من أسباب إجابة الدعاء ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا يستجيب لذلك يعني الإنسان اللي بيدع ده المفروض أن انت لما تشوف المشهد ده من بعيد تقول ده أكيد الإنسان ده لما ييدع ربنا سبحانه وتعالى يستجيب إنسان في حالة من المسكنة والسفر والضعف ومبهدل فأرفع إيده ويقول يا رب يا رب فأنت تشوف كده بعيد تقول أكيد الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى لا يرده خصوصا أن ربنا سبحانه وتعالى كريم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتي الله سبحانه وتعالى كريم طيب إيه السبب اللي خلى الإنسان ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأنا يستجاب لذلك استبعاد إن الشخص ده ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعواته فقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يعني سندب يأكل حرام مطعمه حرام يتكسب المال من حرام ويأكل ويطعم أولاده حرام مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام تغذع الحرام تربع الحرام وغذي بالحرام وملبسه حرام يعني إنسان ده حياته هو عايش حرام في حرام يأكل من حرام ويشرب حرام ويأكل حرام ويلبس الحرام ويتغذى ويطعم أولاده من الحرام قال فأنا يستجاب لذلك ولذلك في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج يعني كان غلام عبد عند أبي بكر رضي الله عنه كان يعمل وكان يخرج لأبي بكر جزء من المال متفق عليه يخرج لأبي بكر وكان أبي بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه يعني يأكل من المال الذي يأتي به هذا الغلام قال فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر يعني الغلام جاء فجاب لسيدنا الصديق رضي الله عنه طعام فأكل منه قال فقال له الغلام تدري ما هذا قال لن تعرف أنت كلت ده إيه قال تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته قال له أنا في الجاهلية أنا كان في إنسان كده دحكت عليه تكهنت بأمر من الأمور توقعت شيء وعملت شيء كده من المخادعة ودحكت عليه وما أحسن الكهانة قال له أصلا أنا ما بفهمش يعني فيها ولكن أنا خدعته فإلا أنا توقعت للشخص ده حصل قال فلقيني فأعطاني بذلك يعني لما قابلني قال لي أنت كنت تكهنت بأمر وخلص خد الأجرة بتاعتك الحلاوة بتاعتك قال إيه قال فهذا الذي أكلت يعني يقول لي سيدنا بكر الأكل اللي أنت كلته ده ده ثمن اللي هو الكهانة ده حلوان الكاه سيدنا بكر عمل إيه مباشرة قالت عائشة رضي الله عنها قالت فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه قال سيدنا بكر دخل إيده فقاء كل شيء في بطنه هو ورع أنه يأكل أي حاجة فيه حرام الناس اللي هي سبحان الله ناس بتتجرأ على الله سبحانه وتعالى لا يبالي أنه يأكل مال أنه يأخذ أرض من الحرام ولا يأكل ورث أخته ولا يظلم جار لي ولا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يمنع الحقوق ولا يبقى طلب من حد شغل شغلانة معينة حد مثلا يشطاب له الشقة ولا يعمل له حاجة وبعدين بعد لما يخلص له ويعمل له الحاجة ما يدفعلهش الفلوس بتاعته ويبقى معاه الفلوس والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطلو الغني ظلم يعني واحد معه فلوس وعليه دين ويماطل ويبقى مثلا حد استلف من حد فلوس ويقول له هرجعها لك الاسبوع اللي جاي ويفضل قاعد على الاسبوع ده سنة والتاني يتحيل عليه او حد ياخد فلوس حد يشغلها عنده ويقعد سنين يتمنى بس الشخص ان هو بس ارجع لي بس راس المال يعني مش عايز اربع بس رجع لي راس المال بس ده ناس اللي بتستحل أموال الناس شوف سيدنا هو بكر مجرد بس لؤمة أكلها من حرام وهو ملوش دخل فيها ما كانش يعرف فأدخل يده فقاء كل شيء في بطني في روية في رواية لأبي نوعين في الحلية وعند الإمام أحمد في كتاب الزهد قال فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة يعني تكبرت الموضوع أوه ده هي لقمة وانت ما كنتش تعرف قيل له يرحمك الله فقال أبو بكر لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته يعني لو هموت بس سطلع اللقم الحرام وانا كالتادي هطلعه لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقم شفا يا معل قد إيه سيدنا بكر بيتورع أنه يأكل لؤمة من حرام وناس بتاكل أراضي وتاكل أموال أموال يعني ضخمة من حرام ولا يبالي ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام يعني هو مش ديه فلوس طيب الفلوس ديه حلال حرام قرض ربا هو لا يبالي المؤمن ديه فلوس وهيمسك الفلوس في إيده وياكل ويشرب وخلاص دي بقى إيه رشوة ده مال حرام ده ظلم ده أكل أموال الناس بالباطل ده أرض هو تعبد عليها المؤمن دي إيه فلوسه خلاص لا يبالي لا يهتم لا يسأل هو المعاملة اللي أنا بتعملها في التجارة دي حلال ولا حرام مش فرق معاه المؤمن ديه أخذ فلوسه خلاص ولذلك إحنا قلنا إن الإنسان ده أتى بأسباب من أسباب الإجابة يعني قلنا إطالة الصفر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن منها دعوات المسافر وإن هو الإنسان ده يعني أشعث وأغبر وقال صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ويمد يديه إلى السماء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى ومع ذلك مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يقبل هذه الدعوات فلذلك الإنسان محتاج يركز أحياناً ممكن يقول والله أنا بالي كير بادعي دعيت كان عندي بلاء مرض في البيت عندي أنا تعبان ولا ابني ولا زوجتي ولا حاسس بخنقة وهم وضنك في الحياة ولا أموري متعسرة وعندي مشاكل وعندي بلاءات وأنا دعيت دعيت كتير وممكن يقول لك ده أنا كمان طلعت عملت عمرة ورحت حجيت من مال حرام وهو مش منتبه إنه هو في مانع أصلا في مانع للإجابة فهو مش واخد باله إن الدعوات اللي أنا بدعيها دي في حاجة بتحول بين هذه الدعوة بين الإجابة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرر لنا مثال تعامل للإنسان مع الدنيا وإن هو إراعي الحلال الحرام قال صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبري وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا خاف عليكم من الدنيا إن الدنيا تفتح على الناس ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر أو يأتي الخير بالشر يعني يعني لو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا وأعطاه من المال هل هذا الخير هل هذا الخير يأتي بالشر فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت فالصحاوة يعني استنكره قالوا ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بيتنزل عليه الوحي في رواية النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مسح العرق قال أو خيره سأل أول أين السائل قال فلان كان النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه السؤال فقال أو خيره أو خيره أو خيره يعني فكرة أن هل المال ده خير مطلق أن لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع الإنسان بالمال هل ده خير مطلقا فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل هو خير على الحقيقة أن أحيانا يكون توسيع ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان هو اختبار امتحان لو استعمل المال ده في طاعة الله اكتسب المال من حلال وأنفقه في الحلال وشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة فيكون المال خير طيب لو اكتسب المال من حرام واستعمل المال في معصية الله سبحانه وتعالى فالخير يأتي بالشر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أن أنت محتاجة تعيد النظر أن المال التوسع في المال وفي الدنيا مش خير مطلقا لو أنت استعملتها استعمال صحيح يبقى خير فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي الخير بالشر يعني الخير المطلق أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان للطاعة للصلاة للحج العمرة لحسن الخلق ده خير لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم ماذا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثال في غاية الأهمية في غاية الجمال شوف من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما ينبت الربيع الربيع هو النهر اللواء الصغير جدول الماء ليكون في الأرض فأحيانا بتنبت على حواف في النهر حشائش نباتات فقال إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم فتيجي مثلا دابة من الدواب من المواشي تأكل بشره تأكل تأكل ومش عارفة بتأكل إيه يعني ممكن تأكل حشائش تكون فيها ضرر عليه وتفضل تأكل يقتل حبطا يعني الحد لما تنتفخ يقتل حبطا أو يلم إما أنها تموت بسبب الانتفاخ ده أو تقارب الموت بعدين النبي عليه الصلاة والسلام استثنى نوع قال إلا آكلة الخضراء يعني في واحدة هي خد بالك مركزة هي بتأكل إيه تأكل خضراء إلا آكلة الخضراء تأكل حشائش النافع قال أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاه أكلت لحد معين فدلتش تأكل كده خلاص لحد معين بعدين استقبلت عين الشمس بدأت تلف وتستمتع به الدف وحرارة الشمس استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورطعت يعني ده معناها أنها خرجت المخرجات الزيادة من البول والغائت ورطعت بدأت تنتفع وتقلب اجدرت بدأت تقلب الطعام اللي هي كلته ده وتنتفع به وخرجت المخرجات بطريقة سهلة وسلسة بحيش فيها أي تعقل قال وإن هذا المال خضرة حلوة طب إيه علاقة المثال ده اللي هي البهيمة اللي بتأكل من الحشائش مش عارفة هي بتأكل إيه فالحد لما تنتفخ وتموت أو تقارب الموت والبهيمة التانية اللي بتنقي اللي أخضر بس وتأكل لحد معين وبعدين تستمتع وخرجت مخرجات ده إيش أرى لإيه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قال وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيام فقال إن المسلم ما بيكلش أي حاجة المسلم بيدور على الأكل الحلال المسلم بيدور على الأكل الحلال وشبهه بالماء الماشية اللي بتخرج مخرجات من البول والغاية وبتنتفع بيه فهو انتفع بالماء وخرج الزكاة وخرج الصدقة حق المال واستقب العين الشمس معناها أنه هو إيه عرف يستمتع بالمال ده وفي نوع تاني اللي بيأكل ولا يبالي دم حلال أو دم حرام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكله ولا يشبع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير الإنسان يتسع ويتوسع في أكل الحرام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير الإنسان لبي يتوسع في أكل الحرام قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتابعون أحسنه نحن تعلمنا في الحلقة دي إن من أعظم أسباب عدم إجابة الدعاء إن الإنسان يتوسع في أكل الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين